وللحديث عن الدلالات السياسية للاغتيالات في العراق في ظل صراع الميليشيات ينضم إلينا عبر سكايب رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار حياكم الله أستاذ صباح السلام خير مساء الأنوار أستاذ صباح يعني حادث قتل المواطن الأمريكي في بغداد على يد ميليشيات تطلق على نفس اسم أصحاب الكهف هل تراه أعملا عاديا كغيره من حالات الاغتيال التي يشهدها العراق يوميا أم ماذا طبعا لعدم وجود معلومات سيكون الكلام هو عبارة عن رجم بالغيب لأن المعلومات لا تتوفر الآن وحسب الطريقة العراقية التقليدية حينما ترتكب جرائم لا يعلن شيء عنها لاحقا وبالتالي لا أظن أننا سنستمع إلى معلومات وبالتالي تصبح نعم هذه شيء اعتياذي ولكن من الناحية الثانية أن المجنى عليه في هذه الحالة هو جنسية أمريكية وبالتالي فإن هناك العديد من الرسائل التي يقصد بعضها للداخل وبعضها للخارج فمثلا الميليشيات المتصارعة كالعادة ترتكب جرائم حين تسيطر غيرها على الإدارة من باب الانتقام الميليشيات تريد إضعاف هيبة الحكومة حينما لا تكون جزءا منها أو لا تعطى ما تريد لأنها تستعرض قوتها هناك تنفيذ للأوامر الإيرانية كما أشيع أن هذه كانت انتقاما لسليماني ولا أعلم كيف تم الربط بين سليماني ومدرس لغة انجليزية مع ذلك هناك أيضا الجانب الذي فيه تحريض لأمريكا لكي تقوم برد فعل ضد السوداني الذي لحد الآن الإدارة الأمريكية أبدأ ترحيبها بتشكيل الحكومة لذلك يهدف هذا العمل أو قد يهدف هذا العمل إلى تحريض أمريكا ضد السوداني أو ضد حكومة السوداني لأنها لن تكتشف أو لأنها لن تستطيع أو لا تريد أن تكتشف من هو الفعل هل تقصد أن هذه العملية جاءت لربما إثراء خلافات داخل حكومة السوداني وداخل الإطار التنسيقي بشكل عام بعد تضارب الآراء طبعا حول التقارب مع واشنطن لا شك أن الميليشيات العراقية جميعها دون استثناء هي عبارة عن تجمعات إجرامية لا تخضع لأي ترتيب أو إجراء قانوني وجميعها بدون استثناء يتعارض وجودها مع الدستور ولكن هذه المجموعات قد تريد أن تحصل مناصب لا تمنح لها وقد تريد أن تسرق في مجال غير المجال الذي يتاح لها وهذا هو شأن كافة الإصابات في العالم ابتداء من المافيا وانتهاء بالإصابات الموجودة في العراق في الوقت الراهن أيضا إلى أي هنا عرجت أيضا وذكرت ربما يكون هناك دور إيراني خاصة بعد أن قالت هذه المجموعات وهذه الميليشيات أن هذه العملية جاءت انتقاما لمقتل قاسم سليماني إلى أي حد من الممكن أن تكون إيران وراء هذه العملية أنا شخصيا لا أظن أن إيران لها دور فعلي أو تحريضي ولكن إيران بالتأكيد سوف تسعد بمقتل أي أمريكي سواء كان عسكريا أو لم يكن كذلك وسوف أيضا تسعد إذا منجرت أمريكا لردة فعل غير مدروسة ولكن لا أظن أنها مباشرة مهتمة بهذا الأمر ولكن ما مصلحة طهران في جر أمريكا لرد فعل كما ذكرت غير مدروس مصلحة طهران أنها حينما تقوم أمريكا لو فرضنا أن رد الفعل الأمريكي كان مثلا قتل بعض قيادات عصائب أهل الحق أو غير ذلك أو الإصابات الموجودة في العراق فقد يؤدي ذلك إلى تحريض الميليشيات الباقية ضد أمريكا وبالتالي أنت تستدرج أمريكا لرد فعل الذي يقابله رد فعل آخر وبالتالي ما تريده إيران هو إغراق أمريكا في هذه المستنقع مرة أخرى لأن في ذلك إضرار بالمصالح الأمريكية وإيران تعتقد أن أي إضرار بالمصالح الأمريكية هو في صالح إيران وحتى ولو كان المستهدف هنا المجني عليهم مواطن أمريكي عادي مدرس للغة الإنجليزية أولا إيران والميليشيات لا يهمهم الأشخاص سواء كان جنرال ولا مهندس ولا مدرس ولا الفكرة أن أمريكا حذرت العراقيين في كثير من المناسبات أن أي قتل لأي أمريكي سيؤدي إلى رد فعل أمريكي وبالتالي قد يكون رد الفعل الأمريكي لمقتل مدرس لغة أكثر من رد فعلها لمقتل جندي أمريكي لذلك أمريكا أنا أظن أن فيها بالإضافة إلى الجانب الداخلي فيما يتعلق بالجانب الخارجي أي فيما يتعلق بإيران وأمريكا أعتقد أن الهدف هو التحريض الأمريكي ضد حكومة السوداني واستدراج أمريكا لقيام بعمل قاسي ضد العراقيين وبالتالي تستفز بقية الميليشيات وبالتالي التفرقة الموجودة في داخل الإطار وبين الإطار وبقية الميليشيات قد تعود إلى الانضمام إلى بعضها باعتبار أن هناك عدو واحد وهو نعم هل تعتقد أنه بات للميليشيات يعني مساحة أكبر لربما للنشاط بعد أن تسلم السوداني رئاسة مجلس الوزراء وهو المحسوب كما تعلم على المالكين في الحقيقة لست متأكنا من ذلك لحد الآن لأننا يجب أن ندرك أننا لا نزال بانتظار انتهاء تقسيم الغناء والمحاصصة بين الميليشيات وتقسيم المناصب والمزايدات الموجودة بيناتهم في الوقت الحاضر لم تنتهي هذه العملية ولكن بانتهائها سيتضح لكل ميليشية ما الذي حصلت عليه والذي ما الذي خسرته وأي ميليشية أخرى قد حصلت على ما تعتقد أنها كان عليها أن تحصل عليه وفي تلك المرحلة أظن أن المساحة ستكون أكبر للميليشيات وستستعمل من قبل القادة لهذه الميليشيات صراحة وبصورة علنية لإثبات من هو الأقوى بينهم يجب أن نذكر أن الجميع أن كانت هناك احتمالات صدامات متعددة بين مقتدى الصدر والآخرين وقيس الخزعلي وغيره والمالكي وتم احتواءها أما من قبل المرجعية في النجف أو من قبل إيران أو من قبل جهة أخرى لكن هذا الصراع لأن هذا صراع بين مجموعات إجرامية والمجرمين حينما يختلفوا حتى بالعراق نقول قسمة حرامية حرامية من يختلفون هذا اللي يصير واحد يقوم يقتل بالآخر نعم إذن كنت ضيفا عبر سكايب رئيس جماعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار شكرا جزيلا لك